اشتركوا في القناة احترام المتبادل والحرص المشترك على امن المنطقة العربية واستقرارها العلاقات البحرينية المصرية هي علاقات متجذرة في عماق تاريخ ارض الفراعنة ودلم ومبنية على ارضية خصبة من المودة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في الوصول بالتعاون الثنائي الى المستويات التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين فما يجمعنا بكم من علاقات اخوية راسقة تشهدها مسير تقاربنا وتعايشنا التاريخي المشترك لهي مصدر تقديرنا الدائم لكم فالعلاقات الطيبة القائمة بين المنام والقاهرة كانت وما زالت تشهد نماء مستمرا في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة نتعاون من أجل الاستقرار نتعاون من أجل الأمن والأمان لبلدنا نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولا نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا لأن اللي احنا شفناه خلال السبع سنين اللي فاتوا درس كبير لنا ان احنا دايما نبقى دايما مع بعضنا ودايما نتعاون ونتأخذ في مواجر التحديات اللي حتأثر على شعبنا وإحنا معكم وتجسد الاتصالات المتواصلة واللقاءات المتبادلة بين حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي انموتجا في العمل العربي المشترك وتضيف دائما لبنات قوية في صرح العلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة والحرص على حماية الأمن القومي وتوحيد الصف العربي ودعم مسيرة الرخاء والتنمية المستدامة لما يحقق صالح البلدين وأبناء العالم العربي والإسلامي أجمع وتمثل الزيارة الرسمية لعاهل البلاد المفدى التي شهدها العالم مؤخرا في السادس عشر من سبتمبر حدثا تاريخيا تجدد من خلاله مملكة البحرين اعتزازها بالمواقف التاريخية المشرفة لمصر كركزة لأمن واستقرار المنطقة وحصن منيع للأمة العربية والإسلامية كما وتكتسب هذه الزيارة لمصر أهمية كبيرة في توطيد أواصر الشراكة الأخوية والاستراتيجية المتنامية بين البلدين الشقيقين من خلال تفعيل أكثر من خمسين اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون في مختلف المجالات كما تفتح هذه الزيارة الرسمية أثاق الرحبة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح التنموية المشتركة في ظل ما يربط البلدي من تعاون وثيق وتنسيق مشترك في المجالات الأمنية والعسكرية وتقديرا لمكانة جمهورية مصر العربية وشعبها ومواقفها التاريخية تقف بملكة البحرين دائما إلى جانب شقيقتها مصر داعمة لكل ما تتخذه القاهرة من إجراءات المشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها مسيرة العلاقات البحرينية المصرية تمضي بثبات نحو تحقيق التطلعات السامية لجلالة الملك المفدى وأخيه فخامة الرئيس المصري في فتح أفاق متجددة وواعدة لما فيه خير ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية ترجمة نانسي قنقر